نبتدي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أم الله سبحانه وتعالى يجعله لقاء مباركا يا رب الله مأمين أنا ليا ليا عتب على نفسي وعلى كل من هو شغال في الحقل الدعوي يعني أنا تقريبا النهاردة مساعة 9 الصبح كل المحضرات كيف أستعد للرمضان كيف نصل إلى الله كيف أنا كل المحضرات على هذا الأمر يعني أنا بنستحي والله العظيم بنستحي من ربنا سبحانه وتعالى لما نقول إحنا جايين دلوقت طبعا مغابة من حضر واللي جاي متأخر أحسن من المجازة ما قالت أختنا نجلاء والواحد في طريقه ربنا سبحانه وتعالى بيستغل بل إن دي من السنة إن إحنا نستغل ونستفيد من النفحات الربانية اللي الله عز وجل كل شوية يعتهلنا لما بنجي نتكلم بغض النظر بقى عن رمضان وأنا دا حيفدني في حالي في بداية رمضان خلينا نتكلم بصفة عامة للعبادة إزاي أصل لطريق ربنا سبحانه وتعالى وموضوع القرب إلى الله وأصل إلى الله سبحانه وتعالى بصوا يا جماعة هو الأول الوصول لربنا سبحانه وتعالى وده السؤال لما توصلي ربنا سبحانه وتعالى ده حاجة كويسة او لما اقول ان في لذة القرب من الله عز وجل لذة القرب من ربنا سبحانه وتعالى او في لذة القرب من ربنا سبحانه وتعالى اللذة دي تيجي مع زيادة الإيمان اللذة دي ممكن تيجي تملأ جوفك وتبقاش قادر تقوم من سجدة سجدتها اللذة دي ممكن تيجي وانا بتكلم عن الله سبحانه وتعالى وعن ملأ ونجي وأدعو ربنا يا رب اعطيني يا رب يا رب مش باش عايزة تخلصي دعاء اللزة دي ممكن تيجي من قرآن وكتابة آيات أو انك انت مثلا تتفكري وتدبر في الآيات ففي لزة للكرب من ربنا سبحانه وتعالى زي ايه بصوا الآيات والسابقون السابقون أولئك المقربون دايما السبق في فعل الخيرات دايما المسرعة في فعل الخيرات وتلاقي دايما الألفاز كلها كده وفعلوا الخير عليكم تفلحون وسابقوا لمغفرة وسارعوا كل دا في فعل الخيرات بصوا بقى فأما إن كان من المقربين الله فروح وريحان وجنة نعيم كل دا للقرب بس آه ده دوة القريب وناديناه من جانب الطور ايه وقربناه نجيا الطوري الأيمن طبعا وقربناه نجيا كل دي آيات إن القرب من ربنا حاجة جميلة جدا نجاه نجاه فما بالك بقول أنا أين الطريق لك يا رب فين الطريق لك يا رب كان سيدنا علي بن أبي طالب لهم أقولها جميلة بقول من أراد صاحبا فالله يكفي ياه 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 لما يبقى الله سبحانه وتعالى نعم الأنيس فالله يكفي ومن أراد مؤنسا فالقرآن يكفي ومن أراد غنى فالقناعة تكفي ومن أراد واعظا فالموت يكفي ومن لم يرد واحدا من ذلك فلا خير فيه والنار تكفي والله سأل الله العفو والعفية أقوله أمين القرب من الله نجا إيه بقى أصل لربنا إزاي يعني طرق الوصول لربنا بصوا التفكر في آيات الله الكونية والقرآنية التفكر في آيات الله الكونية أعلى درجات العبادة التفكر أعلى درجات العبادة التفكر في الأحوال والأفعال والمقالات وأفعاله الله سبحانه وتعالى باسمه الرب الربوبية فعل الله سبحانه وتعالى في حاله ومقاله والحكمة وهكذا والتفكر في آيات الله الكرآنية وده يخلينا نطلع هنا أتفكر في آيات الله الكونية ازاي أفلا ينظرون إلى السماء ده حتى يا أخي دعاء قيام الليل دعاء وانت تطلع عشان تقول الاستفتاح بتاع دعاء القيام اللهم رب السماوات السبع فيه شيء عندك دعاء للقيام عندك ذات نفسه في يدعوك للتفكر فالتفكر أعلى درجات العباد طيب يعود علي منها إيه أنا برضا عشان أفهم ما صحنا ما شاء الله علينا أنا علشان أوصل لدرجات التفكر دي يعود علي منها إيه التفكر ده يعود علي منه إيه زيادة إيمان حكمة إن أنا أعرف حكمة الله عز وجل المطلقة إن فعل الله عز وجل ما بين الحكمة المطلقة والخير المرد أرضى عن فعل الله سبحانه وتعالي ده ده شيء أساسي طيب طب آيات الله القرآنية أنا هكلمكم عن جزئتين لأن الموضوع كبير تفكر في آيات الله القرآنية دي كبير كتير لكن أنا هاخد لك منه جزئين هو إحنا ليه مش بنتأثر بالقرآن وأحوال الناس اللي عايشة مع القرآن بس عشان بس نقول أياه على نفسنا إنا لله وإنا إليه رجعون الله ما أشهرنا يا ربي فيه مصيبتنا واخلوفنا قلبا جميلا طيبا يا رب مؤنس بيك ومنور كده بنور الله قوله أمين طيب خلينا نتكلم لما أقول لك هو إحنا ليه ما بنعظمش القرآن آه إحنا مش متعودين على تعظيم القرآن أنا هحكي موقف ودايما بحكي الموقف دول لقيني شفته قدامي موقف الأخت كانت آه بتحفظ القرآن وكانت بتجيب المتشابهات يا كان معها تقريبا عشر تجزاء وكانت بتجيب المتشابهات فكان يقوله إيه صورة الأعراف المتشابهات بتعطي مثلا مع الشعراء فهي لسه مصوش للشعراء فكانت تكتب في جنب كده في كراسة مش عارف إيه فإحنا كنا عاديين في المدينة الجمعية فجأت لنا أخت تانية تالتة ضيف علينا في الغرفة فمسكت الكراسة دي والدنيا حرف عملت هوي لين الأخت جاية جاري جاري إيتي بتعملي إيه أنا ذات نفسي تخضط الشعر محمره إيتي بتعملي إيه إيتي بتعملي إيه إيتي بتعملي إيه إيتي بش عارفة يا عملت إيه ولا التاني إيه فبص إنتها مسكة ما فيش حاجة يعني أهلت ألا تعلمي ألا تعظمي كلام الله ألا تعلمي يا ربي فيه مصحف طيب فيه حاجة قرآن بتبص إنها هي دي الأجندة المفكرة اللي كانت بتكتب فيها فيها كلام الله فيها كلام الله حال القلب مع الوضع ده ومع إنه سبحان الله كلام مكتوب ولكن هي قلبها معظم إحنا ما بنعظمش آيات الله إحنا ما بنسمع قرآن قلبنا ما بينطفدش أما بنسمع ما بنقفش يا أيها الذين أمانوا كنوا في الصحابة ماذا أنزل الله نعم يا رب نحن الخطاب لينا يا أيها الذين أمانوا نعم يا رب يا ترى هيتقال لنا إحنا منهم لما سيدة مسلمة جاءت الخديمة بتعيتها وكان فيه حديث النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد وتقال في المسجد يا أيها الناس أولسنا من الناس أولسنا من الناس فالتفكر إن أنا أعظم آيات الله الكونية سواء من أفعال أو تعظيم شوف الجبال جدد بيد وحمر شوف الأمر عامل إزاي شوفوا السماوات كيف رفعت ما بين تفكر حتى في ألوان الزهور وتدرج الألوان وتدخل الألوان مع المضة والبرندات هو ده الجماعة تفكر وآيات العمراء من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن وسكت هنا سكتين فعطوا قفة قالت نحن يا رب نحن يا رب أنصارك يا رب نحن يا رب في طريقك يا رب نحن عايزين تبتك وطريقك ورضك وأنسك وتبكي نحن وانا أقول لا نحن إحنا كمان سبحانه نحن إحنا كمان يا رب إحنا كمان تشوف الأمر عامل إزاي من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن إحنا محتاجين نرجع حالنا نقول أين السبيل إليك يا رب أين الطريق إليك يا رب هو ده تعظيم كلامنا تاني حاجة من طرق الوصول لربنا سبحانه وتعالى إزاي أوصل ربنا سبحانه وتعالى العبادة والعمل الصالح إيه إليه يصعد الكلام الطيب وإيه والعمل الصالح يرفع هو ده وأول جلساتنا النهاردة محضرتنا البس اللي إحنا بنعمله ده ده من العمل الصالح ده من اللي يخلي الملائكة السيارات يجي تقول يا أهلي ويا طالبات ويا نساء ورجال سراج تعالوا هلم هلم تعالوا تعالوا صحانه وتعالى هو ده اللي إحنا ننتظره والعمل الصالح يرفع يجعلوا منا يا رب رزقنا العمل الصالح وإياكم قولوا أمين الأذكار والأدعية ده من دمن الحاجات اللي تخليك ده أنت تخليك تدخل على الله من الباب سريعة ليه والذاكرين الله كثيرا والذاكرات الذكر الرحيد اللي جاء بصغة الكثرة مع حضور القلب أو عدم حضور القلب وطبعا والأولا يبقى اجتماع اللسان والجنان مع القلب الأذكار والأدعية نجين يا رب أذكار الصباح والمساء أورد اليوم والليلة فين حس نحس 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 اللي بيحب حد يبقى دايما حريص إنه يذكره دايما لو أنت بتحب ربنا وعالمتك إنك عايز ربنا عايز سريق ربنا حتذكره كثيرا لكن يوم ما فوش الله قلبك ميت يوم ما فوش كلامة عن الله عز وجل قلبك ميت ونزحة ونفوق أنا محتاجة يومي بقى فيه حاجة عن الله عز وجل أسمع عن الله أطيب قلبي بمعرفة عن الله عز وجل هو ده خمس حاجة توصلني ربنا وطريق ربنا سبحانه وتعالى القرآن القرآن تدبر ومعنى وأفعال الله سبحانه وتعالى اللي في اللوح ولا في الصورة تتوير الصورة أسباب النزول المعاني الكلمات ما مراد الله عز وجل من هذه الهات مراد الله مني إيه ده المفروض أعرف حالي مع القراءة حالي مع الزكة حالي مع المراجعة ذات نفسية الأديم وجديد بتعهد القرآن ولا بيتفلت ده اللي أنا المفروض أعمله سادس حاجة من طريق وصولي ربنا سبحانه وتعالى آه أحب مفترض ربنا على العبد الفرائد والنوافل بصوا وما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضته عليه إيه يا رب إيه فرائد الصلاة على وقتها مش قول أصلا أنا معرفش حصل لي إيه قلتلك انت كاسة حقيقية لأخت بتقول اللي فضلت فيها أكتر من خمس ست سنوات بسبب تضيع صلاة الفجر ضع صلاة الفجر أول يوم جواز أصلا أعروسة بقى أصلا أعروسة بقى ضع صلاة الفجر في أول يوم ضعب صلاة الفجر خمس سنوات والدان صلاة العب والعافية أحب ما افترضوا ربنا على العبد هو إيه اللي انت تأتي الفرائد الصلاة على وقتها إحنا ما بنتكلم دلوقتي والله يا خوات إحنا ما بنتكلم دلوقتي عن موضوع الصلاة وإن انت تلتزموا في الصلاة ولكننا بنخاطب المسلمين من جديد يعني المسلمين جدوا دقنا ونقول يا جماعة والله هم خمس سلوات مش هربع يعني الفجر منهم لا قص في بقى عزار وإحنا مش قادرين دونيا قص المذاكرة والشغل دونيا قص الأولاد دونيا ما نجعوا بيها وما خلقت الجن والإنسة إلا ليعبدون بس هو العبادة المطلوب مني بعد كده الرزق جاي ليه لأنه انت قديت اللي بينك وما بين الله سبحانه وتعالى في العباد فإن لي يحصل يكمل ربنا سبحانه وتعالى حق عليه الرزق والحاج بتاعته أنا عطيت اللي علي يا رب عطيني ما عليك وما تقرب إلي أحب مين ما افترضته علي ولا يزال بقى النواف عبدي يتقرب إلي بالنواف حتى أحب فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يفسر به الله ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها خلاص انت هنا بقى انت هنا انت بقيت ماشي شايف بنور الله بتسمع بنور الله بتتكلم بنور لا أبدا هتبقى إيه حتى رباني ماشي كده الله مبارك ربنا يا رزقنا وياك وقوله أمين أما أجأ أقول هي دي الحاجات اللي توصلني ربنا السد حاجات ونحفظها وتكتبه وراي وتحفظه الكلام ده طيب أنا ماشي في طريق ربنا في موانع طبعا في موانع أول مانع الزنوب والمعاصي والمتعلقات تعلق في الدنيا والشهوات وحب الزات إيه شل فضول الكلام فضول النظر فضول السمع فضول الأكل فضول النوم فضول الشهوات كل ده مدالي بيبعدك سيدنا علي يقول يا رب كيف الخلاص وكلهم أعداء قوني على نفسي والشيطان والدنيا والهوى كيف الخلاص وكلهم أعداء لا نقص إلا بنحول الله عز وجل الواحد يتبع هو نفسه ولا الميول ولا ولا تتبع الهوى ليه ليه هيحصل ليه فيضلك عن سبيل الله ولا تتبع الهوى أبدا فيضلك عن سبيل الله الأكل الشرب الدحك لغو الكلام لغو ما شاء الله عن النساء ما عندهم إلا اللغو ما عندهم كلام فاضي اوعي وانا بوصيك وخلي الحلقة دي وخلي البنس داية خير وانوية مع نفسك يا رب ما حتبقى في حوار بيني وبين أي حد قريب بعيكة إلا بنيت الدعوة إلى الله عز وجل إلا بنيت يا رب إن أنا بدعوك ويا رب إن أنا بيني وبينك إن شاء الله ولو ذكر صلى على الرسول سبحان الله اللهم صلي على محمد استغفر الله لا حوله ولا قالت إختمي كده مجنونة تقولك دعنا نتكلم معرفش في حاجات الشغل ونهاية أيوة يختم الخاتم على نهاية كلامك بالذكر الله عليك لكن لا أخو لا أخو لا أخو ولولي ولوكلو ولوكلو وعاجات ملاش أي 30 لازمة وده عمال يكتب يا مزان حسنات يا مزان ستبقى نقول تبقى نعمل إيه لا حب الزات والوضع حب الزات دي من الموانع ده أنا عايز أقولك إن دلوقتي التواصيل على المستوى العالمي وعلى المستوى الجمع الوعي العقلي العالمي دلوقتي تمجيد الزات وإنت قادر وإنت قاوينتي ومحدش يجي دسلك على الطرف وإنت معرفش عمالي إيه وإنت يا الله تمجيد الزات بطريقة إن أنا الغلط والأنا صح والحوالية كله غلط واختلاط الصح بالغلط واختلاط الحاجة حاجة صحة قد كده مع 200 فكرة غلط مع عدم تسمية المسميات بمسمياتها بإسمها الحقيقة وده كارسة آخر حاجة من ضمن الموانع ضعف الإرادة جماعة ضعف الإرادة إن الواحد مبقاش عزيم يسمع محضر الله والله سمعنا بقى في البس كان جميل يا سلام والدكتورة قالت بقى وصراش بتقولنا حاجات حلوة أو صراحة اللهم مبارك يعني وبعدين شكرا شكرا قال لاش حاجة منسينا الآية والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبوا لنا إن الله مع المحسنين هداية من الله عز وجل فقط علشان انت خدت خطوة لمجاهدة النفس خدت خطوة عشان تطلع لربنا سبحانه وتعلي خدت خطوة غيرك عمال أقسم بالله أعرف من الأخوات وموجودين عشرين تلاتة وعشرين وعارفين نفسهم وأعرف من البيوت اللي تقولك النهاردة لأنا ما سمعتش النهاردة ما طلعتش مرتبة جديدة عند ربنا قال لأ لا لا عمالي أي يعني وش عرفك إنك عتطلع منزلك تقولك لا اسمع لا زدقة النهاردة ما بكتش في الدعاء كل يوم بتبكي في الدعاء يعني لازم تقولك أيوة ولو ما حضرش قلبي بالدعاء أسترجع على قلبي وتصدق وعمل النهاردة ما تلعتش منزلة زيادة النهاردة ما زدتش عند ربنا درجة لا إله إلا الله لا إله إلا الله شوفوا الأمر عمل إزاي وإحنا فين إن شاء الله جميل والله من حضرة جميلة افتحي يا بنت الدكتورة على البس يا الله تعالي نسمعه تعالوا ما عرفش إيه تعالوا إيه طب إيه الجديد شكرا طب هنعمل إيه شكرة إيه مع السلامة يلا الله المستعاد ثلاثة عساطير وقفة عالشجرة اتنين منهم قرروا يروحوا الشجرة اللي هناك كم واحدة بقت عالشجرة يقول لك واحدة غلط همما الثلاثة هي قررت تروح تمام لكن ما قررتش بس ما خدتش خطوة إنها تتنط على الشجرة ولا تطير ولا تعمل عايزة بس ما خدت قرار نفذت هو ده اللي احنا عايزين نفذت ما نفذتش ما نفذتش أنا عايزة الكلام اللي بيقول لكو ده يوصل لكل لكل قلب وتعملوا منشل لكل الناس الحاجات اللي أنا بقول عليها مهمة اسمعيها اسمعيها وعديها وعديها عليك وعلى قلبك وعلى قلب أولادك وفي بيتك بيت الحاجات انتوا أحرارها هسلوكيات انتوا أحرار تعملوها ما علينا إلا البلاق أما الأمور الإيمانية أنا يعني أشد على يدك وأبوس راسك وإيدك وقل لك اسمعي وهاتي صحباتك لعل خير يسمعوه لعل تبقى صحبة تانية تقول لها مش سمعنا ما تيجي نين وين ما تيجي ناخد الخطوات اللي تقال عليها البفل بس النهار دي وراح هاتي صحباتك يلا وعملينهم منشن عشان ييجوا يحضروا الخير دي مرائد طرق الوصول لربنا بس فيه منازل فيه منازل للوصول لله سبحانه وتعالى سبع منازل الوصول لربنا سبحانه وتعالى أنا عملتهم تمانية بعدك قبل كده عندك منزلت التوبة ومنزلت التبتل إلى الله الله عليها إن شاء الله أنا بناخد حلقات منزلت العبودية المطلقة لله سبحانه وتعالى تزلل والتعبل لله أنا عبدي لله دلوقتي يقول لك آه يعني ماشي بس يعني نفسي مش جايباني دلوقتي يزلت التعبد وربنا قال افعل لسه لسه ما زلت العبودية منزلت الحمد لك الحمد لك الحمد لك الحمد لك الشكر يا رب لك الشكر يا رب لما بقول لك على الاخت اللي بتقول أنا ما بازدش عند ربنا النار لما حصل لها نوع من أنواع يعني حاجة ورا حاجة قالت أنا مقصرة في شيء في حاجة أنا مقصرة فيه وعدت مع نفسها لحد ما جابت هي مقصرة فيه بعد ما عرفت بس هي لسه ما عملتش لك الحمد لك الحمد لك الحمد لك بصرتني لك الحمد والله هزت قلبي كده اه ان بس ان هي عرفت مراد ربنا منها ايه و ايه الوضع الحال ايه عندك منزلت الركوع ومنزلت السجود لله سبحانه وتعالى ومنزلت انك انت السفر معاملات مع الخلق معاملات مع الخلق هو ده اللي احنا محتاجينه وده اللي محتاجين نتكلم فيه ما تيجي الاختة تسألني وتقولني الفرائد والنوافل فرائد والنوافل نعمل الفرائد والنوافل احب الاعمال الى الله ما افترض عليه الصلاة على وقتها والفرائد واجيب النوافل النوافل بتجبر خطر الفرد الفرد ما بيجيش كامل فيجي النفل تجبره يجي النفل يجبره فيبقى السوب وسليم ما بقاش مرقع ولا نبقى قصير لا النوافل تجبرها يقولك أصلا ده كان متعامل فيها أكتر من بحث الدكتورة على موضوع النوافل بس وإزاي إن هي ممكن تدخل أحب الأعمال إلى الله وما زال عبد يتقرب إليه بأنه حتى أحبه إنت عندك باب لحب ربنا مفتوح قولك لا أصلا يا سنة ينهرب ياض عليكو على سنينكو طب إيه يعني سنة ما عجبه إزيه برضو ما إيه يعني سنة يعني لا ما عالتش أصلا يا سنة لا إله إلا الله محمد رسول الله الواحد بيزعل من الكلامي بصدق يعني نعم بإذن الله يا رب العصر في المش هتقرر إن شاء الله تقرر وتروح لإن شاء الله تلفز إن شاء الله تعالى على قدر العز بتاقت العزائم بإذن الله مقصود من النوافل والفرائد فقه النوافل والفرائد هل كلنا محتاجين يعني نبقى علماء وفهمين وكل نافلة وكل فريدة فهمين ما يدور حولها من فقه ومن علم أم يكفينا للقرب من الله عز وجل عبادة أمهاتنا وجدتنا وصطرتهم البسيطة النقية اللي كانت بقاية من القرآن بتوصل وبدعاء بسيط بيوصل الله عليك يا نجلقوا على سؤالك وخليني نعلّي الهمم في الكصة دي بص يا خات خلينا ناخد ونبقى متفقين على العلم يعني الأساس الأرضية والعمويت بتاعتها في ناس بتحب تجيب دور تاني وثالث وعشر وتطلع نطيحة سحاب وفي ناس تقولك يعني يا الله خليد دي نعرفها دي الفردة دي السنة وشكرا لكن ما تعرفش مثلا لو أجلت مثلا صيام وهي كانت مثلا عليها عزر فيها مثلا وأجلت صيام وجه رمضان إن عليها قضاء وعليها دفع ما تعرفش إن لما أنا آجي الأول أقول المنتفل بالمفترد ولا المفترد بالممتف ما تعرفش ما تعرفش إن أنا أقرأ أو نسيت الفتحة أو نسيت ده دي سنة ولا فرد ما تعرفش وينفق عيد الصلاة ولا عيد الرقعة لا في حاجات في علم لابد منه يعني الأصول بتاعتها مثلا يعني فقه الصلاة فقه الوضوء للمرأة فقه الصيام فقه الحج والعمرة لو هتروح تعمله ربنا فقه الزكاة والدفع دي أساسيات ما بقولش كوني عالمة ولكن لتعلمي أساس دين أما لتعلمي أولادك إيه وإنت ما تقع في مرة تعملي إيه لو الشيخ جوجل راح وتشالت الحب والتصلات مع الناس هتعرف دينك إزاي ففي علم أصل على الأقل أرضيا نكون عارفنا وخلينا متفقين على كده هذا لا ينكر يعني إيمان الفطرة وقت نجلاء يعني إيمان الفطرة ذات نفسية إن إحنا يبقى جوانا الحب والخير وعايزين الفطرة وناس تعدوا بتوظلوا بالفطرة ولكن في هذا الزمن أكد أجزم ما تنجي إلا بالعلم عن الله فيه خمس حاجات للعلوم احفظوها معاي أول حاجة علم إحياء القلوب إحياء يموت قلبك لو ما تعلمتيش العلم ده العلم عن الله بأسمائه وصفاته وأفعاله توحيد ألوهية توحيد ربوبية توحيد الأسماء والصفات يحيى قلبك بهذا الأمر زي إيه؟ زي مثل صورة الرعت آه فاحتمل الزبد وزبد الرب فأما شوفوا بقى شوفوا الوادي لما جاء عليه المية بتاعت إيه اللي حصل آه فأما الزبد فيذهب خلاص وأما ما ينفع الناس فيمكسوا في الأرض وكأن اللي ربنا شبه القرآن والهدى اللي نازل منه والعلم عن الله سبحانه وتعالى بالكتاب والسنة كأنه سيل على القلب على وادي قلبك يشيل منه كل الوسخ وكل الشوائب فيفضل قلب نضيف ويبقى نور القرآن هو الهدى اللي فيه وده مثال ماء المثال ده اسمه مثال ماء فيه مثال ناري ولكن ده مثال ماء لازم أعلم الكلام ولو القليل عن الله علم إحياء القلوب علم قوت القلوب أو زاد القلوب الذكر الذكر وده وده الباب اللي تخش سه تخش منه قياما وقعودا وعلى جنوب ولا في أي وضع يكتمع اللسان مع الجنان ده القوت فيه علم دواء القلوب وده العبادات والمعاملات والسلوكيات نهى النبي والله يبعث له أتمم مكارم الأقلام أين العبادات واحد اثنين ثلاثة أين المعاملات والسلوكات واحد اثنين ثلاثة شكرا ده دواء القلب وفيه علم هلكة القلوب يهلغ العلم وعلم الكلام اللي مالوش أي تلاتين بدنجان ففيه أخت نجلها فيه أرضية لازم أعرفها ماينفعش تخطاها أنا كمسلم إن كان زمان يبقى فيه عندنا المنابع بتاعة الارتواء والعلم والتعامل والمقار وكالدنوات فيه تكفيف على مستوى الدنيا العالم كله لف بلد معينة ولف قرى معينة على مستوى العالم تكفيف منابع العلم الشرعي تكفيف في منابع المناهج الطربوية والمحاضن الطربوية لنا والأولادنا والشبابنا فأنا لا أنا أبقى مسلمة وعيا على الأقل ما بقولش تكوني عالمة الفقيهة زاد كذلك وقت تقول لك والله تسمعلك المتون عفظا الفيت بن ملك تجيبها الأجرمية يلا مش عارف يلا السبع الكرات السبع والله يصلح حالك منت ماشي بنقولش تكوني ولعيني ده مطلوبه ماهجمال وإيه المشكلة ما تعرفي طالما قلبي تجيبه لكن فيه علم أساسي ماينفعش أنا كمسلمة يكونش هارف عنه يعني ينفع ماينفعش زرة النبي ينفع يا جماعة ماعرفش يعني إيه الله الصمد بأسمائه ماينفعش يعني إيه الأسماء الجامعة ماينفعش اسم ماينفعش أو الأسماء الأسماء اللام مقترنة ماينفعش اسم لمايجي معاه يعني حيب يعني منتكلم في فقه وطهارة وتفضل الأم تقولك ده أنا كنت بعلم بنتي كذا 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 وها في جامعة وبقالها أكتر من 7-8 سنين بتختسل من غسل الجنابة غلط في لاخات في علم أساسي لكن مش نبقي علماء ولكن القليل منه والأرضية بحيث أعلم عن الله الله سبحانه وتعالى ينجينا وإياك اللهم أمين على الفرائد والنوافل فقه الصيام أعمل فيه إيه أنا كمسلمة فقه الطهارة فقه الوضوء فقه الصلاة دي يتنافل ولا جيب أنسى الفتحة أجيبها طب لو مصيت صورة صغيرة طب لو الركوع طب السجود طب لو عملت أبني على القليل مش فاكرة صليت رقعتين ولا تلات أبني على القليل ولا الكثير طب في الزكر أبني على القليل ولا الكثير كل ده لاسي دي الأرضية عايز تبني بقى بعديها براحتك براحتك تمام يلا بينا على المحور التاني ما لا يسع المسلم جهل صحيح الله يفتعل صحيح النقطة اللي جاية ودي نقطة مهمة وورد لنا أسئلة فيها كثير جدا متنوعة يعني وهي هل السعي في الأهل يبلغ بالخطأ القبول السعي في الأهل الرجل اللي شغله شاق الأم اللي شايلها ماما وبابا اللي بتشتغل صبح وبعد الظهر الأم اللي عندها طفل رضيعة هيحرمها من التروح في المسجد هل السعي على الأهل ممكن يبلغني ويعود يعني ما يتم من النفس من طاعة من عبادة من مسجد من قيام من غير طيب صحيح صحيح طيب إحنا لنا يعني لنا نهج كتاب وسنة والصحابة وأفعالهم والاستدلال بالمواقف طيب عمل إيه سيدنا عمر بن الخطاب وكان بيسع على أهله كان اتفق هو والشريك بتاعه أنت تطلع الجبل مع الغنم يوم وأنا راح درس النبع السلام وأجأ أقولك وأنت تاني يوم تحضر مع نبي وتيجي تقولي طيب ما هو أنا عندي أولاد وأنا عندي بيت وأنا عندي عيال طيب الله عز وجل يقول لك إن الشهر دوت هو شهر الزاد للسنة كلها اللي هتقدري فيه إنك تاخدي زادك عشان تكملي مع أولادك وتكملي مع بيتك وتكملي مع نفسك ساعات ما بيكونش أي ظرف خارجي هو القلق لكن إيه القلق داخلي في حاجة جوايا مش مبسوطة أنا مسعيدة أنا عملة أجري في الدنيا جري الوحوش عارفين كده وابن آدم رزقك هو ده اللي هتحوش وهتاخده عرفش يقولونها إيه بالمصر صراحة نسيت لكن الفكرة إن أنا عملة ملهية في الدنيا طيب السعي تؤجري تؤجري ولكن هي شوية تعب بس وأنا دايما بستشهد بمجموعة منهم كانت طالبة الجامعة اللي عندها عملي وكانت بتنزل العملي بتاعها في أيام رمضان وتبكي وتضيع القيم والتراوية وأعمل وأقسم لكم باللتة بتعمل كده وكانت تصلي وتعمل وبعدين نقول لا إيه يلا عاديين لبعد الشروط وقول لا أنا معاكم مش هناه وتقعدوا مش حارف إيه وتقوم تصلي ركعتين الضحى ماش قادر هي ساعة ولا ساعة ونص وترجع تاني للدوام وأجا أكلمها إيه يا بطة إيه الأخبار تقول لي والله الحمد لله تسعة أيام تعب بس إن شاء الله ربنا تلاتين يوم بس إن شاء الله ربنا هيعني وأعرف من الأصحاب يعني مش عايز أقولك بقى اللي عندها حد بسعيدة في البيت ولا مش لا 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 بتروح بصوا كده فلاحة تفلح في الغيط مع زوجها في الحقل مع زوجها يعني الكلام ده من صلاة الفجر وتود أولادها وتيجي تعمل الأكل عشان حمتها المريضة وعلشان بيتها وعيالها يجوا يأكلوا وبعدين ترجع وبعدين تاخد بقية الحاجة على بعد صلاة الضهر تنزل السوق تبيع وتخلص الحاجة فيها وبعدين تروح تعمل الحاجة والكلام ده لو هو رمضان هتستنى وتعملهم وتقول لهم أنا هصلي رقعتين بس أو أربعة وبقى إيه أجي معاكو في القيام والله وكت أشوف تشقق إيديها ومدى مدى بس لو هي عمل الكدهات متعب أقول ده واخدى سواب مضعف مضعف علينا يلا أنا قاعدين وبنقول بنروح وبنيجي الصحابة كانوا يقتل فراش حبوة أنا مش عايزة معلش سامحوني وانا عارفة انتم متعودين مني ان أنا بيصر في أمور العبادات ويصر عليكم الأمور وسهل والتيسير والتوبة لكن الزمن الوقت اللي احنا فيه ده خطير الخمس أيام اللي قبل رمضان دول خطار جدا العصر اللي احنا فيه ده وأكاد أجز من رمضان ده خلاف كل الرمضانات بناءا على الأحداث العالمية وأحداث الكون والله أعلم يحصل إيه اللهم يا رب اجعلنا فيزين بيه يا رب كله في مزان حسناتنا من أول ليلة لأخر ليلة قولوا أمين الأصل الأصل بحاجة زي كده إن احنا بنسع شو في بنسع باخد بالأسباب طيب عندي طفل وأنا لو روحت المسجد هافصد على المصلين وكده طب فيه أخت حائد ممكن تاخد الأطفال مثلا ثلاثة أربعة وبعدين نبدل ما بينهم لا مفيش طب صلي في بيتك بس صلي طيب هاتي كلهم اللي معهم أولاد واندي دمراكعتين واندي دمراكعتين واندي دمراكعتين واندي تخلي في قلب بيتك إحنا كنا ستة نساء كلنا بنحمل مع بعض وبعدين نخلف مع بعض إن شاء الله علينا هاديك هاتيسع كنا نروح نبمين اللي حيستقبلنا ببيت وأنا تعالولي دي تيجي ودي تيجي أنا أبب العال شوال خراكعتين وهم جماعة وبعدين دي يعمل كاسفة نصلى أربعة وأربعة وبعدين مع نفسين لكن لا تمنعي نفسك الخير لإن الشهر ده هو شهر الزاد اللي هتقدري تجلي بيه قلبك وتنظف بقلبك لكي أكمل بقيت السنة هكمل ازاي هتكمل ازاي وانتي قاعدة في الملكوت مع نفسك لا خدي نفسك بالمشارطة خدي نفسك وجهد بيها والذين جهدوا في الناهدين هيهديك وهي الصلاة خدي بدائل طيب الراجل اللي بيشتغل واللي بيطلع واللي بيقول او ده ايام معدودات والله اول رمضان جه هب نفخ ايه ده بكرة العيد ينهى رب يد فاز في من فاز وخسر في من خاز عشان كده كان الحديث ينزل بي انا عايزاكم بس انا عارف ان انتو اساس ده ما شاء الله حافزين الاحاديث بس انا عايزاكم اسمعوا من اللي انا بقوله ده لما ينزل سيدنا جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له يا محمد اني داعي فأمن خاب وخسر خاب وخسر خاب وخسر يقول امين من قدرك رمضان ولم يغفر يقول امين مين اللي امن النبي عليه الصلاة والسلام لا 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 الكون كله بيتغير في رمضان نواميس الكون كلها بتتغير في رمضان ابواب الجنة كلها مفتوحة وابواب النار مصفدة ما ربنا يهيئ الكون بحاجات مهش على العادة في الكون علشانك علشانك وعلشان ان الله سبحانه وتعالى يسخرك بس واجي انا اخذ زريعة انا عارفة انه صعب ما بقولكوش انه سهل والله صعب وبتبقيش قادرة بس ايه اللي هيروح بص احفظي مني راح التعب راح التعب راح النوم يا ما هنم كتير في القبر ويا ما هنعمل لكن خدي بالاسباب وسع للبداء رقم واحد شوف اختي تبدلي معاه الحق مفيش رقم صلي في بيتك وهاتي الاتنين تلاتة زيت رقم تلاتة طب يا زوجي ممكن انت تاخد طعب باربعة مثلا باربعة اربع رقعات الاوانيين جو اعرف من الزوجات كانوا بعمل جد وانا انزل طب انت حضرت الدعاء مبارعة تسيبنا انا حضر الدعاء النهاردة وهكذا وهكذا ليه؟ لان في صلاح قلبك وعودة قلبك الى الله عز وجل عودة البيت كله الجيل كله الامة كلها هو ده اللي احنا محتاجينه ده اللي احنا محتاجينه لكن اجي بقى مشاء الله مشاء الله علينا وانتعارف اختي نجلق ايه اللي بيحصل زرائع ومبررات وانت الوحيدة اللي قدر صعب ايوه وعلشان كده من قام رمضان ايمانة سابق اهد بايمان زي دلوقت يا رب قبلنا يا رب قبلية يا رب عشان خاطر واحتسابة احتسبت تعب واحتسبت عدم كذا وحطتهم وقفلتهم وخلتهم عند الله سبحانه وتعالى لكن اجاب تجي ايمانا متأخر غلط اكبر غلط سمعين سؤال هنا عزدهم في نقطة هي مش زريعة يعني هي مريضة واول ما تجرب الموضوع ده عندي منظر هيتقامل في عبطر يوم اثنين فهي زعلانة جدا حبيبتي يعني الناس اللي على الفطرة بتجبك فعلا كبك كده عندها السكر ومفروض تفتر لا ولا بيردو ما بيردوش خلينا اقولك طالما في امر ان الله احفظي بقى عشان كده احنا بنقول علم عن الله ايه يغنيكي ان الله احفظي يحب ان تقطة رخصه كما تقطة عزائمه يعني ربنا يحب انك تعملي الرخصة اللي هو مدهه هو رخصلك ده ورخصلك فطر بامر الطبيب هتعملي منظر وامر طبيعي فلما يرخصلك هذا ربنا بيحب ده فاقبال الرخصة وايه بقولك الحديث ايه ان الله يحب يحب يا هنانا ويا سعدنا يوم ما نعمل اللي الملك الملك يحبه بس لا وتوكل ما تخليش دملك يعني بقى عوضيها ان شاء الله بعد رمضان بالخير والبركة اللهم امين فالعلم يخليني افهم ولا زعل ولا جلب نفسي ولا يبقى عندي جلد ذات ولا يبقى عندي طراخي ما بقى وسط ما بلت نينة انا حريصة على الوقت ده وحريصة ان انا اتعلم عن الوقت ده وفي نفس الوقت انا باخد بالاسباب تمام في بس نقطة كنت عايزة اقولها وبتقع عند ناس كتيرة جدا جدا اخوات موضوع استغفر الله الغلط اللي بنقع فيه قبل رمضان ثلاث حاجات ثلاث حاجات بنقع فيهم وخصوصا في موضوع التبريرات والزراع بما ان هم لو فتحوني في نقطة طالما انت فتحت يا ناج لا انت حرة عندك اول غلطة بنقع فيها حاجة من نفسك انا نوي اول يوم ان شاء الله يا رب وراحت اروح وعمل كذا غلط نوي اول يوم ده غلط واقعتي في الغلط ايه لازم منقبلها يعني ابتدي من النهاردة تبتدي من دلوقتي وانت اهدى معانا في البس كده تبتدي وتقولي انا يا رب دلوقتي نويت افتح قلبي يا رب وان شاء الله رب ازبت صلاة ودي قيام ودي صلاة ودي كرآن ودي ضعيني يا رب يا رب انا جايلك اقبلت والله يا رب بقلبي عليك يا رب اقبلني ولا تردني يبقى ابتدي من اول مش من اول يوم اوعي ويعطي ايمانا واحد ايمانا ده بيجي ايه يقولك ما انا هزداد في الطعامة هو في ايمان سابق ايمان هو فين هو فين بقولكو الصحابة هيك الوقت بتقول ايه اول الاستفتاء كان قبلها بسط الشهور انت فين بقى شكرا رقم اتنين تاني غلطة تاني غلطة بنعملها دي الشيطان بوقعنا فيها واحنا مش واخدين بالنا يلهيك يا بمشكلة يا بخناق مع زوجك يا مشكلة مع عيالك يا ابتلاء يا اي بدنجان اي حاجة تحصل قبل رمضان يشغلك فيها يا معصية يا غفلة يا شبهة ويعتي فيها قبل رمضان تفضلي فيها لحد ما عد رمضان استقبوا ينسلخ وانت في قلب الشبهة قعدة اسيرة الاحزان والخزلال يا بنت الله يسلحها فوقي 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 سيبك من ده صاحب الامر الله الله عز وجل هو بيده الامر يدبر الامر يدبر الامر ده يا رب يا اولادي تعالوا هعم نعمل يا زوجي هنعمل بالله عليكم ما نفسدش على بعض رمضان خلينا نخش بقلب يبقى ده تاني حاجة تالت حاجة بس طبعا مش هينفع محاضر النار لنعرف هيجي عليها اسئلة كتيرا بس نعملها مرة بعد كده لو ربنا احيانا يعني والياما ما قامتش انك اعمل العبادة بصوا انتبهوا واشترت على الله مقابلها ازاي؟ ما قال لما انا بعمل اهوة لشان قلبي يعود معاتش طب ما انا بعمل اهوة علشان ربنا يعطيني مفيش فمش هعمل يتيقسي يتطرقي اوعي اوعي ده مدخل رهيب وبيجي المين انا بكلم الناس الجميلة اللي زيكم الناس اللي لها حل ورقي في علاقتهم مع ربنا واحسبكم يا أخوات والله حسبكم ايه اللي يحصل اعمل لي اعمل الامر الفلاني فاعتي ما ندعته ما ادنيش فيقسيت او استغفر الله استغفر الله تصيق ظن في الله او استغفر الله يبقى عندها خطأ في العقيدة عن الله ما عندهاش حوص ان انا عارفة ومتيقنة ان هو ده الخير بس مش وقته الحتمة مش وصلها لي بس انا عارفة ان هو ده الخير لي لا بشترف على الله ولو ما حصلش تيقاسي وتتركي دول الثلاث اخطاء اللي بيقع فيهم عشان حتة تبست طبرا لكن طالما فيه رخصة ان الله يحب ان تقطه رخصة كما تقطه عزيه طالما فيه علم عن الله مش هيعرف يخشيلي من تلبسات ابليس دي ولا الشبهات لا هبقى موجودة صح وبتعامل صح فحلاقتي مع ربنا سبحانه وتعالى جزاكم الله خيرا يعني علشان الوقت بيمر فانا ايه بحكي يعني قلقت كده كل المحاور المهمة في البيوت الله يعزك يا دكتورة هيا لما يبساعدك بما ان احنا بقى الفئة العظمى الموجودة دلوقتي الامهات النساء البنات سؤال الجيل الجديد الصغير ده العيال السغنانة الوظويس دولي علاقتهم بالمساجد يا دكتورة يعني ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا حاجة بطي يعني الولاد البنات نزقهم الترويح يا ولاد تلاقي اول يوم من يلا همه رمضان وبعدين الدورة الرمضانية خدت الولاد ولبس العيد خد البنات يعني ايه الدنيا الحمد لله ازاي نخليهم كده يعني يعني الكلوب مربوطة بالمسجد الشيخ لو طول وسجد تلاقيهم لا لا بعد هذا يطول انا ماشي انا مش قادر يعني احنا نبتغي ان البيت يبقى كله كده يعني في هذا الاتجاه طيب خليني الاول اقول ان سابق عهد بتربية اللي بنحصده في رمضان يعني احنا مش بنستنى ان احنا ندربه مع الحاجات في رمضان لا احنا بالفعل المفروض ان ده شغال طوال السنة وبنحصد في رمضان بنحصد في رمضان حلنا مع السجود بنحصد في رمضان حلنا مع القرآن طب احنا بدقين بغلط يعني احنا بدقنا السلسلة من الاخر ده نتدرك ده ازاي كل ام تعمل اسبوع عنوان مع اها ومع اولادها احنا هندرب نفسنا الامر دوت ونشوف نطول السجود ونطول السجود ونحصد هم عارفين التايمر ده بيفرحوا بيه وخصوصا في سنة من سبعة لتسعة مثلا بيفرحوا الحد بعد تسعة يقولك يا ماما بقى خلاص كبرنا طيب نختار وسيلة تاني يعني تغيير الوسيلة ولكن المستهدف واحد جرب تدعي تلتاشر دعوة ولا خمستاشر دعوة ولا عشرين دعوة وانت ساجل ادي هي الدعوات اهي واحفظها في دماغك حاجات خاصة بيك حاجات خاصة بالدراسة حاجات خاصة بجدتك حاجات خاصة بأمك وأبوك بالبيت بحاجات كذا باللي انت عايزه في المستقل جرب كده ادعي ونعمل لهم تسبتوا بقى مسابقة ساعات بيعملوها بتنفع معهم للسن الصغار بيفرحوا جدا السن الكبير بيزمزق شوية موضوع المسجد بالذات موضوع المسجد لازم اعملو تحفيز معليش يسمحوني انا من نوع اللي ايه يعني في موضوع التربية بالذات يعني انا اميل للجزء ان فيه امور الله عز وجل قالها بس قلب ابني مش جايبها قلب بنتي مش جايبها احفزهم عليها والتحفيز مش بالمال ولا لا ممكن بالدعم المعنوي ممكن بالطبطبة ممكن بنيسمعني ادعيله انا راضي عنك اقسم يمين بالله انا راضي الله يرضى عنك برضا روح اله ربنا ينولك مراتب الدنيا والاخرة في اعلا انا راضي عنك لولاد بيفرحوا جدا ويقلت لقى عنهم بربائت كده وبرائت انا ده انا بحب فما بالك انا بحبك امر ربنا بيزاي ده ربنا بيحبك حب كذا روح انا راضي عنك عشان عملت كذا 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 فمش شرط التحفيز يكون ممكن يكون معناوي وده الافضل والاحسن ده رقم واحد احفزهم اعمل اسبوع السباق للمسجد من اول واحد هيتوضى وينزل وده برضو للسن الحد 12 سنة طيب سن المراحقة وسن ده بالراحة وسياسة النفس الطويل ويقولوا بتسمعوا ما شاء الله ما شاء الله افتحوهم بس في الكلام وتعالوا اسمعوا الكلام اللي بيقولوه وتبقي عندك برود اعصاب لازم فوق المية في المية وانسبات انفعالي فوق المتين في المية لانك هتسمعي حاجات بصي وهو يعني وهو لازم وهو مش عارف وصوصا حبيبي سواء الجيل اللي في بلاد عربية او الجيل التالت اللي في اوروبا والغرب ترسأ الجيل التالت ده ما شافش اسلام شاف بس عنوين كده الاب والام الجيل التاني وما شافش حتى الجيل الاول فمعاناة حقيقية ولكن تهيئة عشان كده بقول عشان خطر يا كل ام يا كل الناد عندنا كم احنا عندنا في الغرفة الف واحد دلوقتي في الغرفة وعندنا كم على اللايف عندنا الف واحد انا عايزة كل حد سمعنا وشايف الكلام ده اسمعوا له بقولكو عليه تعالوا انهيئ اولادنا نفسيا ومعنويا لموضوع رمضان بصوا يا جماعة انا هديكم مثال معيني ما بحبش اضرب المثال ده عشان ما فيش عصا واجه مقارنة ما بين الثرى والصرية يعني يعني عملوا ايه يعني بصوا شوفوا يوم الكريسماس الميديا بتبقى عاملة ازاي الفيس كله عامل ازاي الكارتون كله عامل ازاي بانجل 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 بان شعر فائق كل البتاع كلها على الكريسماس والنجمة والكور الجميلة اللي بتبرو بتاع ميديا 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 بص صحر واعين الناس شوفوا العيون عاملة ازاي مبورة يجي رمضان لو انت مش في بلدة عربية اللهم اردنا يا رب اللهم امين ومنتش عندكم الجو بتاع الشارع كله سمعين رفرفت الزينة من الهوى جيفة رفرفت الزينة والناس والشوارع ومش عارفة خلاص بتاع الفول عمال والمساحرات ينازل من قابليها ويلا اللي طالع نازل على العمارة وعلى الجيران والفرع النور اللي جاي من الشارع ده والشارع ده احسن ولا ده ويلا كله على الترويح جلاليب والازدالات والناس ما شاء الله سوق الازدالات شغاله والجلاليب لو ما فيش الروح والنفسية المعدة بالشكل ده لازم اعمله ببيتي انا زي ما بقولك ملزمة انك تحط البصمة بتاعت التهياء النفسية اقسم باللدى لنفسك قبل ما يكون لأولادك ولو فرع النور في اي حتة ونقعد ونقول ويلا يا رب نفحت رمضان يا رب وخلي أولادي ودي ملكة خلي أولادك يستشعروا قدوم رمضان بالشام افتحوا النهار ده رمضان ولا بكرة بيبان الهوى من بعد صلاة المغرب بيبان رحت الهوى الكون بيبان بيبان يلا اذا كان ورق الجنة يصفق فرحا بقدوم رمضان الابريء بتزيل والله عز وجل وزين الجنة بيدي لرواد رمضان رب اجعل لي رواد اجعلنا منهم اجعلنا منهم اجعلنا منهم يا رب يقولوا امين فالأمر تحفيز تهيئة نفسية دعم معنوي له بالدعاء وبالحضور وهكذا مسابقات تتعمل على مدار قد عندك اربع اسابيع على مدار الاربع اسابيع خذي حاجة ادي صالة في المسجد ادي تطويل السجود وخليهم يطاول ان السجود هو اللي هيخليه القصص القدوات القدوات كان الصحاب الفلان يقف كده يقولك الصحاب والله كنت تفكروا عمود في نص البيت اتريكا وقف يصلي قيام من طول القيام نبيك محمد صلى الله عليه وسلم كان يصلي حتى تتورم قدوة غفرة لو ما تقدم من ذنب احنا فين احنا عايشين فين وقصدنا فين ومزعبين احنا فين ده احنا في التراول لو ما فوقناش والعصر اللي احنا فيه احرى ان احنا نخلي بلنا عصر فتن احنا محتاجين الامور دي فما اجي حفز اولادي واجأوا لهم وشجحهم تعالى ابوهم تعالى عمل حاجة الله يكريم اخذ العيال بقى اخذ العيال من التبرق وقول وكذا ونشجع ونعمل والتزمي بما تعري به انا وعدتهم بكذا وعدتهم بكذا ده امر علاوة على الامر اللي هو السابق الامر المعرفي بشر المشاقين بالظلم بالنور التام يوم القيام يا رب اللي رايح قيام واللي رايح فجر يلا راح تهجد بالليل ده واللي رايح فجر مشاقين بالنور التام انا محتاجة النور ده في ايه تعالوا ما اقول لكم النور ده محتاجينه في ايه محتاجينه على الصراط لما تبقى تحتك صراط احد من السيف وادق من الشعر علي ولد ادم كلهم من اول ما ربنا خلق ادم لحد اخر واحد ربنا خلقه على الصراط وتحته عبراني جهنة والنار سودة لا حمرة ولا بيضة ده سودة وخططيف تخطف الناس من على الصراط يهو سبعين خريفا واليوم عند ربك بألف سرة مما تعدون وصويت وسريخ وناس ناشية منورة ده نور هيسعب أيديهم ونالفهم لحد مالك خازن النار يجي يقول يا مؤمن يا عبد الله اللي عندك نور انت يقول اللي بتاع النور انت عبدي ليه أصنور القيام أو نور المشائينة في الظلم أما اجي أقول مسجد الله فاشهدوا له بالإيمان تعال يا مؤمن انت تعال يا مؤمن يا عسولة يا جميل للأمك يا عسولة يا زحبة الإيمان الجميل إذا رأيتم الرجل يعتدل مسجد فاشهدوا له بالإيمان سبعة يا ظلم الله في الظل يوم لا ظل إلا ظل مين؟ قلبه معلق بالمسجد والله أشهد لحماية والله أخت نجلاء حماية كان رجل رجل معلق قلبه معلق كل صلة في مسجد شكل الظهر معروف في المسجد الفنع جدك فين? هتلاقيه ادي صلاة العصر هتلاقيه في المسجد الفلين. كل صلاة. ولما كان ييجي يبقى شتة ولا يبقى مثلا بتاعه خايفين عليه ما ينزلش وانت راجل كده توقع ولا تزحلق ولا اجرالك برد. كان يعاية تسيبوني. سيبوني يا انزل اصلي ويستخبى مننا كده وينزل يصلي للفكرة. راجل قلبه معلق بالمساجد. ايه? سبعة يا ظلهم الله. طب ليه? كل الخير. انا لما عرف عيلي وعرف بنتي وعرف ابني فضل للام. احنا نفسنا. نفسنا ما بتجيش اللي بكده. ايه? انا هاخد ايه يعني? اه تاخد جنة. طب رمضان ايه يعني? جنة ونر يا ابني. انا بنتكلمش. انا ما بنعملش الحلقات دي وبنعمل البس ده وانروح انا اقسم بالله من تسعة الصبح في محاضرات. واقول لا ابدا. ليه? لان ده الوقت اللي الناس محتاجة تسمع فيه. ده الوقت اللي قلوب مستعدة تسمع فيه. ايه عايدية? بنتكلم في جنة ونار. خبا وخسر جنة ونار. بنتكلم في لو صليت ليلة. الف عطيق. الله سبحانه وتعالى له الف عطيق كل ليلة في رمضان. وفي ليلة تنقدر الف الف عطيق مليون عطيق. انت فاي? ما تكونش واحد من المليون. ما تكونش واحد تعتقت وخلاص دخلت جنة. ولا حول ولا اخوتها الا بالله. والله الواحد بيحزن. وبيزعل من الحاجات اللي زي دي. الله سبحانه وتعالى يعننا. وندعي. اخر حاجة. خدنا بالاسباب. اه. عملنا نظريات. اه. عملنا تشجيع. خدنا اساليب. نوعنا يا رب واكتهدنا. ندعي رب بالاسباب. جتلك يا رب عشان خطري. اولادي يا رب. نفسي يا رب. الكرآن يا رب. المساجد يا رب. اصلح حالهم يا رب. اجعلنا من مقيم السلام ومن ذرياتي ربنا وتقبل. ادعي رب بالاسباب. يبقى انا حودت بكله. والبقى على ربنا. الله سبحانه وتعالى انا ولكم بالخير. الله مانين. بكتك وعمرك دكتورة هالة. آآ يعني رحمه الله ان كان توفوها الله. انا حماية ايضا كان رجل معلق بالنساجد. الله. اشهد. اذا توفى واحد وتسعين سنة والى اخر يوم بيدخل المسجد. الى اخر يوم في عمره. الله. ومركز وبيعي وحافظ وبيقول لعيال حواديث وكل حاجة يعني. سبحانه الله. وده اثر الطاعة يعني. فهلا هي جوارح حافظناها في الصغر فحافظها الله عز وجل علينا. في الكبر. في مقيل يعني. آآ باقي من الوقت في ثلاث دقايق. ايه. ايه. لو درشيتة سريعة. يعني انا جالي اسالكتور جدا بس فكرة تزكية النفس. المعنى ده يعني فيه الله. الله. تزكية النفس بس مش فهمة يعني ايه العبارة دي. آآ. ايه تزكية النفس. حاج. اه فلو درشيتة كده واحد اتنين تلاتة اربعة آآ كيف نزكي انفسنا لرمضان. طيب. نزكي نفسنا. يعني تخلية. وتحلية. قلبي الجميل ده. عشان احط فيه القرب الى الله والمنازل السبعة اللي قولنا على كل حاجات الجميلة دي. لازم اشيل فيه ضغاء وامراض القلوب. حقد. حسد. غل. غيرة. كذب. والله انا عندي ده سامح اللي بيزني واللي بيسرق. ولا اللي بيجزب. ليه? نفع عنه النبي عليه الصلاة والسلام صفة الايمان. المؤمن لا يجذب قابل. اللي بيجزب بيقرب الدنيا. اخلص نفسي من الحاجات دي. طيب يعني كلهم كنا مش هادر. طيب اعمل. اخد لك حاجة. يا رب انا نويت يا رب والنية لله. ان انا في قلبي هذا الامر كذا يا رب. اعيني ان انا خلص بي. واستغفر الله يا رب. استغفر الله واستغفر. ولو حقوق عبادة رجحة. يبقى دي تخليه. احط اللي حتة التحلية جميلة بقى. ايه بقى? استغفار. توبة. صلاة على وقتها. قراءة. معين اللي انا بقوله ده سوابت ما ينفعش يوم يعد من غيره. يا مسلمين. ما ينفعش يوم يعد من غير. لا لا توبة ولا 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 كراءة القرآن. لازم كراءة القرآن وذكر واستغفار ودعاء واتهان. نجينا يا رب. نجينا يا رب. تخيالي بقى. شوفي شوفي كم مرة بنقول. سبعتاشر مرة. ده الفروض بس. يا كنعبد وآك نستعين. دهنا الصراطة. ما الصراطة الذين انعمت على وقت. ده الفرائد بس. خلاف السنن. خلاف الابتهالات. خلاف القيام. فالتسكية تخلية وتحلية. وبعدين اجيب السوابت. ما يعدش يومي. طب مش قادر بالقليل. حب بحب. وهتلك صحبة. وده اللي يعينك. يا رب. بتيجي يا اختي ناج. لا الله يبارك لك. النهاردة مش نوين تعملوا كده مدرسة القرآن. طب يا اختي ايمان. الله يبارك فيك كده يا رب. عندكم النهاردة هتقولوا حاجة عن ربنا عن الزي. طب حد يحكي لي عن النبي. طب خضوني معاك يا ولاد. والله اذا انا مسكينة والله. بتصحوني الفجر. بتصنلوا القيام. طب خضوني والله. والله ربنا هيجزيكوا الخير عني. لصحبة عينك. وتزلالي للمؤمنين. للصحبة. على طريق ربنا سبحانه وتعالى. ادل على المؤمنين في الخير. واخر حاجة وسكوا به. وسارعوا. وسابقوا. وفروا الى الله. كل الكلام ده. كل ده. والسابقون السابقون. كل ده في الخير. ايه وعي توقفي محلك سر. ايه وعي رمضان الخطير ده. رمضان ده. وانا بكرة افكركم. رمضان ده في حاجة مش طبعية. في حاجة تبع. تبع الكون. معرفش. معرفش يبقى فيه ايه. لازم نبقى وعيين ونصحين وعلى دراية كاملة. انا مش غفلة. تقولك انا ما بعمل معاصي اختي انا ما بعمل معاصي. ده انا زي الفل. طيب ؟ بتعملش ش show والتاني اللي تقولك انا طلعت النهارده عند ربقناه انا النهارده عملت طاع وقالبي كان حاضر في الدعاء. واللي مايحدثة وتكي وتتصدك وتستغفر عن حالها واحنا في التراوة في البلالة قدوا الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمنا وإياكم ويجعل لنا خير ويبلغنا رمضان بلغنا ليلة القدر في رمضان ويجعل رمضان في مزال حسنات ويجعلنا هدات المهديين يا رب لا ضلنا ولا مضلين وانا أردت بالناس فتنة فاخبطنا إليك غير خزايا ولا مقصرين ولا فاتنين ولا مفتنين اللهم أمين جزاك بالله خيرا دكتور وانا بقى أقول لك حاجة جميلة زي الناس اللي بتقول دي ما عليش اسمح لي قلين واحدة إلا أحسنها على خير من حوالي شهر بتقول لي شايفاكي بتكلم الدكتورة على سامير قلت لها الدكتورة على بقرة وانا بقرة تانية يا أمين يا عاببتي يا دكتورة برضي في ناس بتقول حاجة أهد الله سبحانه وتعالى يجمعنا على الخير وجمعنا في صحبة النبي في الدنيا والآخر اللهم أمين السفحات كلها على السوشيال ميديا حين في الزوم وعلى سراج وعلى مشكاة على الفيسبوك الكل بيبلغك يعني كل النساء بالدنيا الفتاة أنهم يعني يحبونك في اللقاء وأهد الله دكتورة هانا أهد الله كلمات جميلة نقاط كتبت أنا نقاط كتير جدا معرفش الناس كتبت ولا إيه سوى شخصين كتبنا نقاط كتير يا رب ننتفع بيها وتبقى فعلا تطير العصافير ولا تنوي الطيران فقط إن شاء الله وتصل إلى الشجرة وتعمل عند ربنا بقى تبقاش قاعدة يعني أو متساقلة ناس الله سبحانه وتعالى أن دا يكون رمضان مختلف زي ما عليك قلتي مختلف على الكون مختلف حتى يعني على نفسنا الموضوع فعلا محتاج همة محتاج عزيمة محتاج نواية كتير جدا محتاج تفديل للنواية دي كل شوية وكل يوم محتاج الصحبة الصالحة ومحتاج معرفة بالله محتاج النقطة الكتير اللي حضاك ذكرتها جزاكم الله خيرا كتيرا ونفع ذك الأمة وبنات ونساء الأمة وجميع الأمة اللهم المنين رب العالمين جزاكم الله خيرا نختم كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشر الله إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعمل الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالطفل السلام عليكم بسنا اللي هنا على الفيس عشان أنا قلت لكم هاخد أسئلة إن شاء الله من اللي موجودة للناس لبناء بتقول أشهد الله أن أحبك في الله أحبك الله يا لبناء إمامة صالح عين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك شكو اللهم أمين يا إمامة صالح كنوز الجنة اللهم أمين يا رب وإياكي ضحى ضحى تبين يا ضحى ولا دي ضحى ثانية دي ضحى أحمد إيش يا ضحى اللهم أمين خليني أخد أسئلة من اللي قلتوها أزاكم الله خيرا إسراء وإياك يا إسراء ربنا يبارك فيك وأجمعين زينب حسين اللهم أمين حلوة اسمك يا زينب ربنا يبارك فيك وحب اسم زينب جدا وأبنا يجعل لك وجعلك كمثل السيدة زينب اللهم أمين وجعلك بقى في صحبة أمهات المؤمين إحنا وإياكي ديالة 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 بتقول الله يكرمك اللهم أمين يا ديالة سبحانك الله وبحمدك ماشي ماشي الأسئلة ربنا يبارك فيك وفي عمرك يا دكتورة ربنا يكرمك يا مروة مروة علي ربنا يكرمك يا رب اللهم أمين آه تبسمك ذات الخمار أهلا وسهلا تصلي على الرسول يا تبسم بعين لإزاك يا بتساء وإزاك شل لك جميلة سلملنا عليهم وربنا يا رب يكرمكوا أجمعين وإجمعنا على الخير اللهم أمين يا حبيب اللهم أمين طيب طالما ما فيش أسئلة هقفل اللايف أم البنين أحبك في الله أحبك الله يا أم البنين يا رب نوئياكم تمام تمام أكرمكم الله كلها دعوات والله يجزاكم الله خيرا الله يشهد الله أن نحبكم في الله والله سبحانه وتعالى يجمعنا على الخير دايما وام آه إزاي رمضان جهاد بتقول إزاي رمضان متغير والله يا جهاد الأحداث العالمية بتقول كده يعني الكون بيمر بأحداث عالمية أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني ينجينا منها والمشاهد إن احنا يعني أقول إيه بس أقول إيه أدعو الله سبحانه وتعالى يكرمنا وينجينا زي ما أنت شايفة كده الوضع مش مطمئن سراح بالمر لكن أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجعله رمضان مختلف مش عايزة أخوف الناس ومش عايزة أقولك إن احنا حقيقة يعني باقي على علامات الساعة الصغرى علامة ونص تقريبا وبعدين تظهر أول علامات الساعة الكبرى يعني فاضل إن علامات السهرة علامة واحدة أو نص علامة ونص فندعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمنا ويجعله خير وبركة نحبك في الله يا ليلة وإياك يا حبيبة قلبي أحبكم الله وسلامنا لكل حبيبك نور الله كل سلام طيبة دكتورة بحبك في الله شكرا يا نور الله ألاء جزاك الله خيرا يا ألاء فاطمة من تونس والله شكل حنروح تونس قريب وشكل دو 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 لسه هاستخير لسه هاستخير لأن طبعا هتبقى يعني وقت امتحانات فانا هدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرم وكده لكن السفرية الجاية إن شاء الله أكيد تونس يعني إن شاء الله بإذن الله لو يعني استخرنا وطلعت الاستخارة مين عايزنا تدعي لها ديها بتقول كل عدالية والأولادي ماشي يا عداليك والأولادي نستحلهم جعلهم من مقيم الصلاة وجعلهم صالحين يا رب رفقا بالقرآن جزاك الله عنا خيرا جزاك الله وإياكم شكرا لكم في سؤالة هي هاجر بتقول هاجر بتقول هاجر زامر دكتوران عندي ربع أولاد 13-11-7-3 عايزة برنامج تشجيعي في رمضان أبشروا إن شاء الله لحلقات بتاعت الإسبوع هنقول برنامج عملي وخطوات عملية الأولادي سواء في القرآن أو في السيرة أو في متابعة الصلاة كمان هنقولها وإن شاء الله بإذن الله هتنبسطوا بيها بينفع قيام الليل بعد الشفع والوتر أيوة نعم كان فيه النبع السلام كان سيدنا ببقر كان يصلي القيام في أول الليل والشفع والوتر ساعة نصليها بعد العشاء وبعد كده نقوم نصلي القيام لوحده في التهجد بالليل عالي جدا وكان على فكرة فيه يعني كان فيه رقعتين بعد رقعتين الوتر كمان هجيب لكم نص الحديث إن شاء الله مش فكرة دلوقتي لكن ينفع أيوانين ينفع بس خلي ما بينهم وقت يعني مثلا صليت الشفع والوتر بعد الترويح خلاص بقى عدى مثلا نمتي وقمتي للتهجد بالليل فهتصلي التهجد اتنين اربعة اتنين اربعة ستة تمانية او لزي ما ربنا يفتح عليكي بس ما فيش وتر لإنك وترتي أول الليل وتر حاجة واحدة بس تمام إن شاء الله نعملكوا يوم على موضوع فقه الصلاة والصيام فقه الصيام على أقل وفقه الطهارة في الفترة دي عشان أسئلك البنات خلاص بقى عشان تعبت خليكو هلا خلاص بقى مش قادرة سبحانه وتعالى لأنا ولكم بالخير والهداية سبحانك الله وبحمدك أشهد الله إليه إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته